ابن القيم القيم يقول هذا المعنى وأنا أردد له هذا معنى دائما لأنه معنى جليل جدا يقول إن الله تعالى يستخرج الدعاء من العباد بالبلاء يعني يفتليهم حتى يدعوا الله حتى يدعوه سبحانه وتعالى وأكد هنا على هذا المعنى القول ابن القيم يقول إيه؟ إن الله تعالى يستخرج الدعاء من العباد بالبلاء ده معناها دكتور إن الإنسان لو دعا ربنا قد يعني يمنع عنه البلاء أيها لكن دعني الأول أقرر بس حقيقة القول ده يا أحبائي أرجو أن ننتبه كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به أرجو التنبه كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به لأن الدين دين الله قال الله وقال الرسول فابن القيم من أين له بهذا الكلام ما هو الدليل من أين له أن ربنا أصدى كلام على الله فهل هو بعلم أم لا بغير علم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى استكثر واستنكر أتقولون على الله ما لا تعلمون ننتبه لهذا أيها ابن القيم القيم مصدر في هذا الكلام قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرهم يا سلام لعلهم يتضرعون يتضرهم وأيضا نرد عجز الآية على صدر الآية أيها يعني كأن سائلا سأل فقال يعني يعني لعلهم يتضرعون يعني هو ربنا أرسل أخذناهم بالبأساء والضراء ليه حتى يتضرعون الله أيها لعلهم يتضرعون هذا التزييل تعليل ننتبه آخر كل آية بمثابة التوقيع والتعليل أخذناهم بالبأساء والضراء كأن سائلا سأل فقال لماذا يأخذهم الله تعالى بالبأساء والشدة والضراء لماذا جاء الجواب لعلهم يتضرعون يبقى التزييل مهم جدا لنتبق إليه ختام الآية ليس اعتباطا وليس تجالا ترجمة نانسي قنقر